في خطوة غير مسبوقة تجمع القمة العربية الإسلامية غير العادية التي تُعقد في الرياض العالم العربي والإسلامي تحت عنوان مواجهة تصعيد الصراع مع إسرائيل لكن في طيات تلك القمة تنطلق مفاجآت استراتيجية واعتراف دولي لمساندة فلسطين إذ كشفت مصادر السعودية عن أن المبادرة التي تطلقها المملكة تجسد تحولا جوهريا في السياسة الإقليمية إذ نجحت اللجمة الوزارية العربية الإسلامية في توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين بل ورصد جرائم ارتكبتها إسرائيل وتوثيقها لتقديمها أمام العدالة الدولية خطوة يقول مسؤول إنها تشكل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي ويحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من محاولات إسرائيلية لتوسيع إسراء إلى حرب شاملة تشمل المنطقة بأسرها مع تأكيد على لسان المنظمة بأن استمرار الحرب الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وغيرها لا يعزز المخاوف من اندلاع مواجهة شاملة مما يتطلب من المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والعمل على تنفيذ قراراته لدعم مصار سياسي يعزز السلام والاستقرار اشتركوا في القناة